بعد أكثر من 120 يوماً على الحملة العسكرية العنيفة التي شنها النظام على بلدة بيتجن ومحيطها في جبل الشيخ تم التوصل الاتفاق مع قوات المعارضة المسلحة للخروج منها باتجاه مناطق في إدلب ودرعا حيث وصلت الدفع الأولى من المقاتلين اليوم إلى مناطق ضمن سيطرة المعارضة في ريف درع شرقي بلغ عدد المقاتلين الواصلين حوالي 150 مقاتلاً برفقة 20 من عائلاتهم تم نقلهم بخمس حافلات هؤلاء المقاتلون هم من أبناء درعا والقنيترا ومن يرغب من مقاتلي جبل الشيخ بينما لم يتم تحديد عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى الشمال السوري وسط الحديث عن وصول أكثر من 150 مقاتلاً عدد العائلات والمدنيين وهم من هيئة تحرير الشام ومن يرغب من مقاتلي جبل الشيخ لم تكن قوات النظام سوى واجهة إعلامية في جميع المعارك التي خاضتها للسيطرة على مناطق كبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة فالميليشيات التابعة لإيران كانت القائمة فعلياً بالهجوم على بيت جن كما زجت ميليشي حزب الله اللبنانية مؤخراً بكامل قواتها في معارك مغر المير واتلال بردعية ومع خسارة بيت جن تكون المعارضة قد فقدت جيباً مهماً في الغوطة الغربية استراتيجياً يعد بيت جن ملتقى جغرافي له أهمية كبيرة بسبب موقعه المطل على الجولان المحتل وقربه من مزارع شبعة البوابة إلى الجنوب اللبناني والذي من خلاله تستطيع إيران فتحة رقاط التهريب القديمة وتنشيط الجيوب السرية الأمر الذي يشكل ورقة ضغط بيدها قبيلاً عقاد مؤتمر سوتي كما أن خسارة بيت جن هي بداية لسلسلة مراحل يسعى النظام للوصول من خلالها إلى فتح جبهات نحو منطقة باتت تسمى مثلث الموت أصولاً إلى التوغل في عمق مناطق المعارضة في ريف درع الغربي وفصل ريفي القنيطرة ودرع عن بعضهما البعض